اشتركوا في القناة مشاهدين الأكارم مشاهدي قناة كربلاء الفضائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم دولة الإمام المهدي صلوات الله عليه وأهل البيت عليهم السلام واستقبال شهر محرم الحرام الإمام الحجة أنموذجا النهضة الحسينية المباركة لهي حدث كوني عظيم يستقي منه الشيعي الموالي عقائده المرتوية من عبق الشهادة وروح الولاء المتبادل فتربط بينه وبين سيد الشهداء وأصحابه عليهم السلام إذ هي أعظم حدث وقع في تاريخ الكون وليس في تاريخ الكون حدث مثله قط وقد جرى على عطرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يجر على أحد من العالمين حتى وصل الحال بأهل البيت عليهم السلام أنهم كانوا يخشون على شيعتهم شناعة حادثة كربلاء فلم يحدثوهم بكل ما جرى عليهم إذن دولة الإمام المهدي وأهل البيت واستقبال شهر محرم الحرام الإمام الحج بن الحسن صلى الله عليه وسلامه عليه أنموذجا لكن ابتداء دعوني ورحبوا بضيف سماح الشيخ حسني الخاقان الباحث الإسلامي والخطيب الحسين أهلا مرحبا به ضيفا عزيزا علينا في هذا اللقاء الله يحفظكم أستاذنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يديمكم يحفظكم إن شاء الله عينكم الله سماح الشيخ يعني شاءت الإرادة الإلهية أن يعوض سيد الشهداء بما يغبطه به الأولون والآخرون ومما عوض الله به سيد الشهداء أن جعل الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم من ذريته فما فضل من زار الإمام الحسين صلوات الله عليه وآله وسلم مما ورد عن النبي وأهل بيته نعم أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأسكى التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلي على محمد السلام عليكم أيها المشاهد الكريم والأخوة الأحبة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحن نستقبل شهر محرم الحرام وشهر الأحزان والإعداد لحفظ الإسلام وبيضة الإسلام وتعاليم الإسلام من خلال النهضة الحسينية التي قام بها سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه والنهضة الحسينية الملحمة الحسينية الحديث عنها حديث عن الإسلام حديث عن معالم الدين عن قيم الإسلام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول حسين مني وأنا من حسين يعني لا بد أن نأتي إلى هذه النهضة إذا أردنا أن نستقي من معالمها ونأخذ من ثمار هذه النهضة وننظر إلى مأساة هذه النهضة أيضا التي حدثت في فترة قصيرة بعد رحيل النبي صلى الله عليه يعني هذه قضية تحتاج إلى بحث وإلى دراسة مستفيضة ما الذي جرى على العالم الإسلامي أن فلذت كبد رسول الله صلى الله عليه وآله أنه يقول ولدي صنوا القرآن وخامس أهل أهل الكساء أهل العباء أن يقتل وعلى أيدي جماعة تصوم وتصلي وترفع بأنه شعار نحن من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله يعني بين رحيل النبي صلى الله عليه وآله التي سفكت فيها التي يعبر عنها الشاعر الأديب رضوان الله تعالى عليه الله أي دم في كربلا قد سفك لم يجر منه حتى أوقف الفلك وإذا أردنا أن نستقي من هذه النهضة الحسينية والملحمة الحسينية وعظمة هذه الملحمة لا بد أن نأتي إلى موقع الإمام الحسين في القرآن موقع الإمام الحسين عليه السلام في الدستور الإلهي نعم أنه إمام معصوم أنه مفترض الطاعة أنه الحجة من بعد أبيه وأخيه من بعد سيد الأنبياء صلى الله عليهم أجمعين وأمه الصديقة الطاهرة صلى الله عليهم أجمعين أن النبي الأعظم موقع الإمام الحسين في السنة النبوية المطهرة في السيرة النبوية المطهرة كيف تعاملوا مع الإمام الحسين عليه السلام آثار هذه النهضة المقدسة حتى نأتي إلى زيارته وإلى عظم هذه المصيبة هذه الفادحة العظيمة ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله في أوثق المصادر نعم يعني أنه كيف أعد لهذه الملحمة الحسينية ولهذه الفادحة وكيف هي المجتمع الإسلامي لقضية عاشوراء بصفة أن عاشوراء فيها حفظ الدين حفظ نواميس الإسلام أنها نهضة تستقي من القرآن وأنها نهضة متلاحمة مع منهج الأنبياء والدستور الإلهي الذي أراده أن يطبق على الأرض ولذلك هو وارث الأنبياء الإمام الصادق عليه السلام كما أنه يزوره السلام عليك يا وارث آدم يا وارث عيسى هذه تستحق كل مفردة منها التأمل وتستحق أنه ما معنى وارث كيف ورث الإمام الحسين وما معنى هذه الوراثة ما معنى الإصطفاء ما معنى أن الحسين عليه السلام صلوات الله عليه وورث كل ظلامات الأنبياء وجسد كل ظلامات الأنبياء وأن الإمام الحسين عليه السلام النهضة التي قام بها في كربلا جسدت الظلامات والتضحيات التي قام بها الأنبياء وعلى رأسهم جده المصطفى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ولذلك تجد أنه هذه الفادحة أن البكاء على الحسين أن ذكر الحسين عليه السلام كلها خصوصيات دعني أذكر لك شواهد أستاذنا العزيز نجد مثلا من الكتب المهمة يعني المحورية في هذا الباب للشيخ الثقة الأقدم شيخ الطائفة الشيخ ابن قولويه القمي صاحب كامل الزيارات وهو أستاذ شيخ الطائفة أيضا الشيخ المفيد سأحنا المصطلح عليه شيخ الطائفة الشيخ الطوسي قدس الله روحه الطاهرة الزكية والشيخ الطوسي تلمذ عنده الشيخ المفيد نعم أيضا وعنده السيد المرتضى علم الهدى والسيد المرتضى تلمذ عنده الشيخ المفيد الشيخ المفيد تلمذ عنده الشيخ ابن قولويه صاحب كامل الزيارات هذا الكتاب طرعا يعني هذا الكتاب موقعه بين الأعلام أحد أساتذتنا في النجف الأشرف يقول عكفنا على دراسة أسانيد ومتون هذا الكتاب 12 عام الله في 12 عام يقول احنا نحن وفضلاء من الحوزة العلمية يقولوا ما كشكم حديث يعني اللي كان أنه بعض الأحاديث التي حققناها يقول يحتاج هذا إلى فد جهود مكثفة لأن هذه هذه عينات ومتون وحيانية صدرت عن أهل بيت العصمة عليهم السلام تبين حقيقة زيارة الحسين البكاء على الحسين خصائص زيارة الحسين عليه السلام طبعا زيارة النبي الأعظم والأئمة الأطهار ثوابها البكاء عليهم لكن أن هناك خصوصية للإمام الحسين النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في هذا الكتاب نعم يحكي لنا كيف بكى على ولده الحسين نعم على فلذة كبده صلوات الله عليه صلوات الله عليه وأنه بكى على منبره وأنه بكى في مواطن متعددة هذا من الكتب الرائدة المهمة في هذا الباب نلاحظ أنه كتاب جمع هذه المصادر أيضا في كتاب إقناع اللائم نعم على إقامة المآتم للمرحوم الحبر العلامة السيد محسن الأمين العاملي صاحب عيان الشيعة نعم هذا الكتاب اسمه إقناع اللائم على إقامة المآتم نعم وذكر فيه من كل المذاهب الإسلامية ومن أوثق مصادرها أن النبي أقام مأتم على الحسين صلوات الله عليه وسلم وأن الأنبياء بكوا على الحسين وعقدوا المأتم على الحسين وأن الأئمة عليه السلام لبسوا السواد على الحسين نعم وأقاموا الحداد على الحسين وأجروا الدموع على سيد الشهداء عليه السلام بل أن هناك استنفار من أهل بيت النبوة من الإمام زين العابدين صلوات الله عليه يقول بأنه ما أسرج سراج بعد عاشوراء الله ما اكتحلت ما تمشطت ما ما هالشكل يبين الإمام حتى يقول الإمام عليه السلام ظهر المختار نعم ابن أبي عبيد رضوان الله تعالى عليه وكان الداعي إلى يالثارات الحسين عليه السلام ما الخط في قضية الإمام الحسين عليه السلام هذا الإعداد العظيم هذه أيضا رسالة وكتاب مهم كتاب آخر مقدمة المجالس الفاخرة للمرحوم الحبر العلامة السيد عبد الحسين شرف الدين العام مهم هذه رسالة مهمة جدا رسالة أخرى هذه طبعا جمعت مصادر عيون المصادر الإسلامية في إقامة العزاء نعم يعني أنا لما يجي واحد يسألني من عموم المسلمين من إخواننا من المذاهب الإسلامية أنكم تلطمون على سيد الشهداء تبكون على الحسين تقيمون العزاء تقيمون مأتم العزاء على الحسين هل لهذا مصدر هذه المصادر قرآن سنة سيرة وعمل الأئمة عليهم السلام بل أن العلامة الأميني صاحب موسوعة الغدية رضونا الله علينا الآن طبع في ثلاثة أجزاء نعم في سيرتنا وسنتنا عند كتاب نعم جمع فيه ثلاثة عشر مجلس أقامه النبي الأعظم والأئمة الأطهار عليهم السلام ثلاثة عشر مأتم وهذا كل مجلس له قرابة يعني أسانيد ونصوص وروايات يربو على ثلاثة عشر طريق أكثر النبي الأعظم أقام العزاء وبكى على سيد الشهداء ولذلك مسند أحمد بن حنبل نعم ذكر ذلك ابن حجر في الصواعق المحرقة ابن عبد ربه الأندلسي في العقد الفريد غير من المصادر المتعددة إذا جئنا أن النبي بكى وعندما خرج إلى المسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسئل رسول الله يا رسول الله لا أجر الله لك دمع ما الخطب قال إن جبرائيل كان عندي آنفا وأخبرني أن ولدي الحسين يقتل بأرض كربلا ثم دفع إليه شيء من التربة التي سيقتل عليها وبكى رسول الله وبكوا لبكاء النبي صلى الله عليه كان نياحا أكو في مسجد النبي لإخبار جبرائيل لرسول الله بما يجري على سيد الشهداء عليه السلام والنصوص بين أيدينا أنه السماء بكت على الحسين مطر الدمن ابن الأثير صاحب الكامل الخوارزم المالكي في المقتل والخوارزم الحنفي عفوا في كتاب المقتل ونصوص متعددة في تأريخ الطبري غير تأريخ الطبري أن الأئمة عليهم السلام كيف تعاملوا النبي الأعظم كيف تعامل مع قضية كربلا هذه كلها تستوقفنا أن هناك حدث عظيم جرى ويجري على الأمة الإسلامية في قضية كربلا وملحمة كربلا ولذلك إمامنا الصادق عليه السلام نلاحظ يقول صلوات الله وسلامه عليه كما عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله رسول الله صلى الله عليه وآله كان الحسين ربما يحمله على عاتقه أو على صدره أو على منبره أو في صلاته على ظهره كان مواطن متعددة وأكثر من هذا كان إذا مر وسمع صوت الإمام الحسين عليه السلام يبكي في اليوم أسامة بن زعيد بن حارثة نعم يقول كان عندي حاجة إلى النبي صلى الله عليه وآله فطرقته الباب يقول كان النبي محتضن شيء هالشكل جعله هالشكل إلى صدره يقول حدقت فيه وإذا يحمل به ولده الحسين سيد الشهداء عليه السلام وكان إذا مر يقول بنية فاطمة إن بكاءه يؤذيني الله أنا ما أقدر أتحمل أسمع بكاء الحسين عليه السلام يقول من زاره عارفا بحقه نعم كتب الله له ثواب ألف حجة الله وألف عمره لاحظ هذا الثواب العظيم طبعا حج الإسلام لابد منه نعم حج الإسلام هذا له كلام آخر نعم يعني هنا الثواب الله عز وجل الهبات على قدر معطيها كما سيد مهدي بحر العلوم عنده التفاتة رضوان الله تعالى عليه ينقلها المحقق الدربندي في أسرار الشهادة وغيره أيضا يقول بأنه أستاذي بعد أن حكى له في قضية الثواب المترتب لأن البعض يستكثر ما ورد في زيارة الحسين والبكاء على الحسين من بكى أو تباكى ولو مقدار كذا أسكنه الله في الجنة حقوبا اللي يبكي على الحسين اللي عيني عيناه تبكي ولو أنه مقدار جناح كما ذبابه ذبابه نعم أسكنه الله وغفر الله له ذنوبه نعم فيستكثر يقول فقال لي أستاذي سيد مهدي بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه هذا الطود الشامخ قال له سيدنا إن الحسين أعطى كل شيء لله في جنب الله وفي الله عز وجل فأعطاه الله كل شيء نعم هذه الهبات هذه النعم ومن زاره كمن زارني رسول الله صلى الله عليه وعليه ومن زارني كمن زار الله في عرشه نعم وحق الزائر على المزور وهو الله تعالى ألا يعذبه في النار ألا إن الإجابة تحت قبته والشفاء في تربته والأئمة في ذريته الله صلى الله عليه رضيما هذه هاي إذا نتأمل فيها الإجابة تحت قبة الحسين عليه السلام صلى الله عليه ولذلك المشاهد الكريم المشاهد العزيز السادة الأحبة إنه الإنسان إذا وفقه عند سيد الشهداء يدعو الله إلهي أخرج حب الدنيا من قلبي وفقني لرضاك وفقني لطاعة الله وطاعة رسوله وطاعة حججه هذه مهمة أن الإنسان يحفظ دينه ويحفظ عقيدته نعم وأيضا أنه الإمام عليه السلام يقول يقول إن يوم الحسين صلى الله عليه الموسى الرضا صلى الله عليه إن يوم الحسين نعم أنه يوم من أيام الله نعم ذلك الصوت الذي رفعه الإمام الحسين عليه السلام كان من أيام الله اللي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله إن يوم الحسين أدمى جفوننا نعم إن يوم الحسين أسبل دموعنا نعم وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الإنقضاء ويبقى الشعار في الندبة لا يومك يومك يا أبو عبد الله هناك تكمل سماحة الشيخ بالنسبة لهذا الحديث الوارد عن الإمام الرضا صلى الله وسلم عليه وآذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء الله وثم وبعد ذلك يقول صلى الله وسلم فعل الحسين فليبكي الباكون نعم فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام صلى الله عليه وسلم ثم قال عليه الصلاة والسلام كان أبي نعم الكاظر صلى الله وسلم كان أبي نعم إذا دخل شهر المحرم لا يرى ضاحكا وكانت الكآبة تغلب عليه حتى يمضي منه عشرة أيام الله فإذا كان العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته يوم مصيبته وحزنه وبكائه ويقول هو اليوم الذي قتله فيه الحسين صلى الله عليه وآله كما ورد في أمال الصدوق هذا التكثيف سماحة الشيخ من الأئمة صلى الله عليه وسلم عليهم عن الحدث عن هذا الحدث العظيم يعني ماذا هذا عن الأئمة فماذا عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه وعنوان برنامجنا هو الإمام الحجة صلى الله عليه نعم طبعا هذا الإعداد من الأئمة عليهم السلام من الإمام زين العابدين وهو من البكائين الخمسة الذي أجج بأمينه وحزنه صلى الله عليه وآقض مضاجع وعروش بني أمية نعم يعني هذا له فلسفة هذا له الأمين والبكاء هذا الاستنفار من الأئمة عليهم السلام لإقامة العزاء هذا له فلسفة عميقة كقراءة قرآنية علمية نفسية له قراءة اجتماعية له قراءة في الصميم من الهدف الإصلاحي والاجتماعي ومعلم الدين والعبادة في النهضة الحسينية ولذلك هذا التلاحم بين الأئمة والتعاهد في قضية الإمام الحسين عليه السلام هو يرتبط للإعداد بدولة الإمام المنتظر أحسن نعم هو أحسن الله إليكم هو إعداد لهذه الدولة التي بشر بها الأنبياء نعم ويتطلعون إليها شوقا الأنبياء عليهم السلام ولذلك هذا دعاء الندب العظيم هو استنفار لهذه الدولة أنك تنشد وجدانا ضميرا قلبا لهذه الدولة التي عمقها حضارتها أساسها القرآن النبي الأعظم الأئمة الأطهار عليهم السلام نعم ونلاحظ أن الإمام الصادق عليه السلام الله سلام علي في أنينه في حزنه وهو الإمام الذي انتشر عنه فكرة الإسلام بعد أجداده الكرام صلوات الله اللي جامعة آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين ولذلك الإمام عليه السلام إذا دخل عليه أحدهم يقول له أنشدني في جديا الحسين أنشدني كما تنشدون وهو الإمام المعصوم الإمام المفترض الطاعة الذي يقول عنه مالك بن أنس وغيره ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر كجعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه ونلاحظ أنهم يقولون أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا وعلي بن موسى الرضا صلوات الله عليه يقول للفضيل ابن يسار هذا سبحان الله الفضيل ابن يسار كان من شدة تقواه وإيمانه وهو على المختسل عندما غسلوه كان يضع يديه على عورته حال التخسيل الشكل يقلب فكان يضع يده على عورته كان هذا الحياء الارتباط اللي حياء من الله عز وجل يعني أكو إنسان يشتد به الحياء كما ينقل عن المقدس الأردبيلي أنه ما كان يمد قدمي حياء من الله عز وجل هالشكل شون حالاتهم شون كذا هاي حالات الإنسان وهاي التربية تربية المعصوم تربية المعصوم العزاء الحسيني يخلق في النفس واقعا أنه عندما تأتي إلى دراسة هذه المآتم إلى البكاء إلى حضور الزيارة إلى مشاهد أهل البيت عليهم السلام هي تربية منهج إلهي يعلمنا كيف نسير في الصراط المستقيم ويخلق روح الحياء في قلب المؤمن في وجدانا نلاحظ أن الإمام علي بن موسى الرضا لا يفوتنا صلوات الله عليه يقول للفضيل بن يسار نعم أوما يسعدك نعم أوما يسرك أن تسعد جدتي فاطمة الله بالبكاء على ولدها الحسين صلوات الله وسلم إنه ذبح كما يذبح الكبش يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابكي على جده الحسين فإنه ذبح كما يذبح الكبش صلوات الله عليه صلوات الله وسلم وهذا حديث جده الإمام زين العابدين صلوات الله وسلم هو يمر في الأسواق نعم بالله خير الجزاء هل سقيت هذا الكبش لا هس هنا بعد فد الإمام يقول لك يعطي صورة أوسعة أمو ما يسرك أن تسعد جدتي صلوات الله وسلم يعني هذه المواساة هذا التلاحم هو إسعاد مع مصيبتها مع ألمها وجرحها لكنها تسعد فاطمة الزهراء صلوات الله وسلم خلينا توقف على هذا المقدار سمع الشيخ نعم ثم نعود ليكم هذا الحديث عزائي المشاهدين كونوا معنا ولكن بعد هذا الفاصل أيها الموجوع صبرة تنظيبنا الأيام مسرعة بلا رجعة منها لا يبقى منها سوى العمل والأمل العمل الذي حصدته أيدينا والأمل الذي حملته الصدور بعدما طال الانتظار ونحن نذوق مرارات الأيام والشهور والسنين ها هو اليوم ولادة العظيم فمتى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر تراه أترانا نحف بك وأنت تأم الملاء وقد ملأت الأرض عدلها سيأتي يوما نرى مخدينا مستيلا إلى جدار الكعمة مزدرا بصوت بإلطة المعين ألا لا يبقى العالم على شواطئ الضمار تكسرت مجاذيف أيامي وها أنا أسير كسيرا أسيرا ضمي فمتى ننتهل من عذب مائك فنروى إذ يتسرب اليأس إلى نفسي أحيانا وأخرى تشتد فيها عزيمتي وبين هذه وتلك أشعر من وراء الغيب أن يدا وصلت لنفسي تبعث في الأمل حيرتي فيك لم تزل وأملي كبير فإلى متى أحار فيك وإلى متى أنا آيان أهل العالم أنا بيباب القارب أنا الصلاة والمهل أيها العزيز أوفي لنا الكيل إنا نراك من المحسنين لأنك أهل لتلك الرحمة فبضاعتنا حبكم أهل البيت وإنا لنراك من المحسنين يا طالبك من المحسنين يا فائز الفقال يا بخية الله أدركنا تبقيك يا مهدي تبقيك يا مهدي تبقيك يا مهدي أعزائي المشاهدين هذه عودة إليكم مرة أخرى برنامجكم دولة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وأهل البيت عليهم السلام واستقبال شهر محرم الحرام الإمام الحجة والموذج أنه موضوع حلقتنا لهذا اليوم دعوني يرحب ثانية بضيف سماح الشيخ حسنين الخاقان أهلا مرحبا به ضيفا عزيزا علينا في هذا اللقاء قبل أن نكمل سماحة الشيخ ما يعني هناك شبهة تطرح بأن هناك بونا شاسعا بين الأئمة أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ومشروعهم ومشروع الإمام الحجة وما يستندون عليه في هذه الشبهة أن الإمام علي عليه السلام إلى الإمام الحسن العسكري لم يقدموا شيئا يعني ربما يتناسب وما سيقدمه الإمام الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف كيف ترد على هذا نوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أصلي على محمد وآله الطاهرين طبعا الأئمة عليهم السلام لهم وظائف هناك وحدة هدف وتعدد أدوار لكل إمام دور والظرف الذي يتصدى له يعني ظرف الإمام كما أنه الإمام الحسن صلوات الله عليه لو كان في مقام وظرف الإمام الحسين عليه السلام لقتل بالسيف ولنهض صلوات الله عليه وهذه أيضا شبه همات أن الإمام الحسن أيضا قاتل سالم وهادن والإمام الحسن عليه السلام أيضا قاتل معاوية وواجه معاوية بل اشترك في كل حروب في حروب أبيه صلوات الله ولذلك رسول الله يقول هما سيدا شباب أهل الجنة إماما نقاما أو قعدا الأئمة عليهم السلام لكل إمام ظرف كل إمام له ظرف صلوات الله عليه ولكل إمام صلوات الله وسلامه عليه له المواجهة الخاصة مع ما تقتضيه المصلحة والحكمة الإلهية وظرف الزمان وظرف الزمان وتربية الأمة لأنه الأئمة عليهم السلام طبعا القرآن الكريم أيضا لمحة ما الفرق بين الفتح والنصر يعني الإمام الحسين عليه السلام يقول من لحقه استشهد ومن لم يدرك الفتح مع أنه الإمام عليه السلام سيقتل صلوات الله عليه فأيه فتحن بعده وهو يقول عليه السلام كان عالما بإخبار جده المصطفى صلى الله عليه وآله بل هو صرح وكأني بأوصالي هذه تقطعه وعلى أساني الفلوات بين النواوي السلام ويخبرهم بأني سأقتل بأن دماءنا ستسفك ويقول إنها بل حتى في ليلة العاشر إن هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملة ليأخذ كل رجل منكم بأهل بيته إن القوم يطلبونني وَلَوْ ظَفَرُوا بِي لَأُذْهِلُوا عَنْ سِوَاكُمْ يخبرهم الإمام إنها الصراحة في الرأي وعدم الالتواء في الفكر معذرة يعني مسامحة بهذا التعبير لكن صراحة يبين الإمام إن هناك فتح إلهي ربما بالموقف المادي ربما يقول الآن فكيف بقائد يقود ثورة يطلب من أنصارها أن يتفرقوا جزاك الله خير الجزاك لكن هذا قائد رباني ليس قائد مادي الأئمة عليهم السلام مشروعهم مشروع رباني مشروع رباني الفتح الإلهي والحضارة الإلهية والتربة الإلهية في معلم الدين والقرآن شيء وقراءتنا الاجتماعية والسياسية لواقع المواجه شيء آخر نحن يعني معذرة أنه الإنسان يحب أنه يستعجل الأحداث يحب لكن هناك سنن قرآنية هناك سنن إلهية هناك وعد إلهي أنه البذرة في الدين للعمل الصالح سوف تنمو وسوف يكون لها تأييد من الله ونصر من الله وإن كان هذا العدد قليل وإن كان هذا الصوت ضئيل لكنه سيصدح سوف إن شاء الله تعالى الله عز وجل يقول إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم الأئمة عليهم السلام هناك تكليف إلهي هناك حكمة إلهية أن الإمام يقول لو أذن لي لتكلمت كما الإمام الجواد أو الإمام الحسن العسكري عليه السلام أسكت كما سكت آبائي وهو منهج قرآني قبل ذلك نعم نعم سنه الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وعليه وفهم لا تحرك به لسانك نعم لا تعجل به نعم جزاك الله خير نعم هذا منهج قرآن نعم النبي الأعظم ثلاثة عشر سنة في مكة نعم ثلاثة عشر سنة لم يستطع أن يؤسس دولته إلا بعد هجرته ثلاثة عشر سنة منها الدعوة لا تحرك بي لفعل تعجل به أن علينا جمعه نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله يعني نلاحظ أنه سنة الصبر نعم سنة الامتحان سنة الاختبار سنة التكامل البعض يريد أنه كن فيكون أنه لا بد أن تقوم دولة وحضارة ودين والإمام عليه السلام حياته كلها قائمة على المعجز وعلى الكرامة لا النبي الأعظم كيف يكون سنة لنا وأسوى لنا ودستور حضاري وإنساني ومشروع إلهي لتربية المجتمع ولذلك القرآن الكريم يقول لقد كان في قصصهم عبرة عبرة في قصصهم عبرة أو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كما يقول القرآن الكريم لاحظوا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر كان يشد الحجر على بطنه كان يتألم يتظور من الجوع يتحسس آلام المجتمع وآلام أمته ويقول ما أذي نبيب مثل ما أذيت اللي يدرس وهذه أيضا جزاك الله خيرا على هذه الإثارة نعم يعني إحنا نقرأ أنه الأئمة عليهم السلام كانوا بمنأة عن السياسة بعد الإمام الحسين عليه السلام كان همهم أنه المحراب والعبادة كان همهم طلب العلم فقط وفقط المناجاة الدعاء وهذا عظيم هذا بحر إلهي من الملاحم من المعارف الإلهية بل غاية وجود الإنسان العلم والعبادة لكن نحن نريد أنه نقرأ الأئمة عليهم السلام بهذه الصورة الضئيلة المصغرة في سيرتهم وتضحياتهم هذا مرفوض ومردود أبدا غير صحيح الأئمة عليهم السلام كانوا في قلب المواجهة أنا أسأل سؤال للمشاهد الكريم لماذا أن هارون العباسي هارون العباسي على أقل تقدير في جغرافيا اليوم كان تحت قبضته أربعين دولة في جغرافيا اليوم أمبراطورية مترامية الأطراف ويخاطب السحاب أينما تمطرين يأتيني خراجك لماذا يخاف من الإمام موسى بن جعفر ولماذا يزج به في طوامير السجون لماذا لماذا أن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام يشخص ويوضع تحت المراقبة الجبرية أو الإقامة الجبرية والإمام الصادق الإمام الباقر والعسكريين عليهم السلام وإلى الإمام الثاني عشر صلوات الله الذي يهابه ويخافه الطغاة من اسمه بل أن سلطة بن العباس بعد شهادة الإمام العسكري عليه السلام استنفرت كل طاقاتها والإمام العسكري مسجا لتعرف من هو الخلف من بعده حتى أنه أكو جواري عند الإمام جارية منها حبسوها في دار القاضي لأن على رأيه الإمام أبو حنيفة أبي حنيفة أنه ممكن الجنين يبقى في بطن أمة سنتين فلذلك أعتقلوها سنتين حتى أنه علموا أن ليس بها حمل ثم أطلقوها وأخرجوها هذا كله يبين لك على أنه هناك مرتكز أن القيادة الربانية أن الدستور الإلهي أن الذين نصبهم الله عز وجل لهذه المسؤولية الإلهية هم آل محمد صلى الله عليه وسلم اللي نفس هذا القاضي نفسي تأكبر قاضي في الدولة العباسية اللي كان أحمد بن محمد ابن عبيد الله الخاقان كان يقول والله لو زالت الخلافة عن بن العباس لما يليق بها إلا الحسن بن علي العسكري صلى الله عليه وسلم وسمعت أبي يقول أنه صلوات الله الإمام عليه السلام يتكلم عن الإمام عليه السلام يقول لو زالت الخلافة عن بن العباس لما يليق بها إلا الحسن بن علي العسكري يقول لسمته ولعلمه ولهديه ولسؤدده هذا مرتكز عند الأمة أن الأئمة عليهم السلام اللي شخصياتهم الطاهرة سيرتهم أخلاقهم عبادتهم صبرهم شاخص لدى الأمة وأذهانها أنهم المنصبون من الله عز وجل يعني هم نفسهم بين العباسي سمح الشيخ أيضا يعترفون بأن لهم بأن لأهل البيت صلى الله عليه وسلم هم أصحاب هذه المناظرة بين هارون العباسي وأبنه لا لا بين هارون العباسي وأبنه يعني عندما يأتي الإمام وهو يقوم ويفسح المجال للإمام ثم عندما يخرج الإمام يسأله كل هذا إمام مفترض الطاعة نعم هذا إمام هو إمام القلوب إمام الدين نحن أئمة الأبدان وهذا إمام القلوب إذن لماذا يقول لو نازحتني على الملك لأخذت الذي فيه عناق إذن هو الملك أحسنتم هو يقول لي إذن هو الملك لكنه الملك و الملك عقيم وأساسا كما ينقل من أعلام البلاغة الجاحظ في خطبة العرش عبد الملك بن مروان عندما اعتلى المنبر قال نحن بن أمية من قال برأسه هكذا قلنا له بسيوفنا هكذا ولذلك سيد الشهداء عليه السلام يعلن هذا الصوت هذا الصوت النبوي هذا الصوت القرآني مثلي لا يبايا صلوات الله وسلامه عليه ألا وإن الدعية بن الدعية قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وجدود طهرت ونفوس أبية وأنوف حمية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام اللهم إني زاحف إليك بهذه الأسرة مع قلة العدد وخضلان الناصر ولذلك نلاحظ يعني أستاذنا العزيز قبل أن يفوتنا نلاحظ أن هذه المجالس وأهميتها الزيارة وأهميتها لعله تجينا إن شاء الله لعله بالأخير إن شاء الله قضية الزيارة زيارة الإمام عليه السلام المجالس هي في حقيقتها إعداد لدولة الإمام الحجر مدرسة متكاملة عظيمة تربية حضارية اجتماعية عقدية أخروية تربطك بالإمام الثاني بالتالي فإن الذي يطرح مثل هذه الشبهة بأن الأئمة لم يقدموا مثل ما سيقدمه هذا ما قاري تاريخ ولا قاري سيئة للبيت هو أن الذي بذر البذرة الأولى في التمهيد لدولته صلوات الله وسلامه عليه إنما هم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه وهذا التراث الذي قرأناه الإمام الرضا صلوات الله وسلامه الإمام زين العابدين إنه أهل البيت عليه السلام إمامنا الباقير إمامنا الصادق إمامنا الكاظم الإمام موسى بن جعفر في سجنه يقيم المأتم على أهل عبد الله وينشف جده الحسين ويبكي جده الحسين ويعرف ويعرف بالإمام الحجع صلوات الله وسلامه عليه وهذه من أعظم المسائل التي ينبغي أن يتعرف عليها المؤمن الموالي الشيعي المرتبط بأهل البيت بل لعموم المسلمين نعم أنه قضية البكاء على الحسين عليه السلام إقامة العزاء على الحسين عليه السلام إنما هو مواساة لرسول الله صلى الله عليه وآله إنما هو من الدين والعقيدة هذا اللي ما يقيم العزاء ما يستشعر أن فلذة كبد رسول الله ممزق على الرمضاء تسفي عليه الذاريات قد سفك دمه من أجل الله ولا يتأثر لهذا هذا نقص في دين نقص في عقيدة رسول الله يقول حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب أحب حسين صلى الله عليه وسلامه هذا النبي الأعظم صلى الله عليه وسلامه اللي بكى على سيد الشهداء من على منبره صلوات الله عليه والذي أقام أول مجلسه أقام أول مجلسه بل الأنبياء عليهم السلام ما من نبي ما من نبي إلا وبكى على الحسين إحنا عدنا أنه قرآن عدنا القرآن عدنا السنة النبوية المطهرة أن الأنبياء عليهم السلام آدم لما نظر إلى ساق العرش وإلى بطنان العرش ورأى تلك الأنوار المقدسة ولما وصل إلى الإمام الحسين عليه السلام انكسر قلبه وبكى في مصادر المسلمين في تفاسير المسلمين إحنا إيش دعوة هم خلينا تعبروا إحنا شوف كتب السيرة التأريخ السنن ونلاحظ الكم الهائب بل هذا مجمع عليه هذا مجمع عليه أنه هناك عزاء أقيم على سيد الشهداء من النبي الأعظم والأئمة عليهم السلام بالتالي سمحة الشيخ يعني ربما أيضا هذا الذي يطرح مثل هذه الشبهة نقول بأن أكبر فتح سنه أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه هو كربلاء التي سنها إمامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه التي هي بوابة كبرى لدولته سن فيها القوانين سن فيها التشريعات سن فيها كل ما يتعلق نعم هو أساسه الأمر بالمعروف الإصلاح الأمر بالمحروف يعني التضحية في سبيل الحق وإقامة دولة العدد كله هذه أسس وضعها إمامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه وكذلك أنه الأنظمة الأنظمة الجائرة كيف أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه بأنينه بملحمته بعزائه بالتأكيد من الأئمة عليهم السلام على هذه السيرة المقدسة كيف أن المجتمع يكون فيه يقضى وضمير ووجدان ويعلو بصرخة الحق وبصوت الحق ضد تلك الأنظمة الجائرة وبتالي فأن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه هذا المشروع الكبير الذي اعتبر له وهو كربلا إن لقتل أو إن لقتل جدية الحسين صلوات الله وسلامه عليه هذا النبي الأعظم يقول حرارة لله iktل الحسين حرارة كما هذا النبي الأعظم حرارة في قلوب المؤمنين وحفيده الإمام وأئمة أهل البيت يقولون حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا ولذلك هذا سر من الأسرار عندما يأتي محرم تجد أن هذه الجذوة والحزن والأنين والدمح والتلاحم مع كربلاء كأنما كربلاء الآن كأنما عاشوراء الآن تتعامل مع عاشوراء ومع ملحمة كربلاء ومع عزاء الإمام الحسين عليه السلام ولذلك بالمناسبة يعني في مقام أنه نحن مقبلون على شهر الأحزان وأيام الأحزان السيد المرجع الأعلى دام الله ظله الشريف السيد سستاني دام ظله الشريف في محظره المبارك عندما يوصي إلى الخطباء ودور الخطباء أعزهم الله تعالى هذه المسؤولية العظيمة الملقات على عاتقهم وأحد المراجع يقول أنتم لسان الأئمة لسان الأئمة يقول اقتدوا بالشيخ الوائلي رضوان الله تعالى يقول اقتدوا به هذا المنبر الواعي وكذلك كثير من الأعلام من خطباء أساتذة نحفظهم الله تعالى هذه قضية مهمة قضية مسؤولية العزاء الحسيني نعم بالتالي سماحة الشيخ عندنا أربع دقائق الإمام الحجة عجل الله تعالى فرج أيضا أسس وسيؤسس وأن أول شعار ندبة الإمام والبكاء على الإمام هو يقول عليه السلام نعم التلاحم مع كربلاء وفاجعة كربلاء ويعني حتى النبي الأعظم لما أخبر سيدة النساء ما يجري على سيد الشهداء عليه السلام بكت وأنت عليه السلام ثم أخبرها بأن الله سينتقم من قتلته بولده المدخر حسنت الإمام الحجة صلوات الله عليه في أحاديث متعددة في الكتب الأربعة في أحاديث العلامة المجلسي نقلها في مصادر متعددة يقول صلوات الله عليه الإمام عليه السلام فلئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك القدر المقدور ولم أكن لمن حاربك محاربة ولمن نصب لك العداوة مناصبة فلأن دبنك صباحا ومساءة ولم أبكين لك بدل الدموع دما حسرة عليك وتأسفا على ما دهاك وتلقفا حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب تعبير الإمام صلوات الله وسلامه عليه هذا إن لقتل الحسين هذا إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا التلاحم مع المجلس الحسيني تلاحم مع دولة الإمام والإعداد لدولة الإمام والتربية التي أرادها القرآن لإنشاء مجتمع متكامل يحمل هموم الدين وعب الإسلام في دولة الإمام الثاني عشر هذه المآتم هي حضارة متكاملة لدولة الإمام صلوات الله عليه حضارة متكاملة للقيم لمعرفة الحق لإبطال الباطل لمعرفة هويتنا أخلاقنا لولا هذه المجالس الحسينية كما يقول أستاذنا المعظم حفظه الله الشيخ باقر الأيرواني حفظه الله يقول هذا المذهب الشريف حفظه هذا الإسلام القرآن حفظه أولاً القرآن الكريم الدستور الإلهي والمرجعية حفظه الله العليا وبمنبر الحسين منبر الحسين حفظه الإسلام لأنه هذا المنبر الذي يعلو فيه الصوت هذا هو الفتح العظيم هذا الفتح هذا اللي أراده سيد الشهداء هذا مصداقة العظيم أنه هذا هذا الذي لم يبلغ الفتح وهذا الذي أراده جزاك الله خير الجزاء أن يوصل ثقافة الإسلام وحضارة الإسلام وفكر الإسلام من هذا المنبر الشريف منبر الحسين منبر الإسلام صلوات الله وسلامه الله وفقنا بالتالي فإن شعار الإمام الحج بن الحسن صلوات الله وسلامه أول ما يظهر يأتي إلى كربلا من المصائب نعم هذا بدقيقة واحدة بل عند الركن والمقام إذا ظهر عليه السلام في ذلك الخطاب الذي يسمعه من في العالم أيها الناس إن جدي الحسين قتل عطشانا ذبحوه مظلوبا هذا الأنين من الإمام الثاني عشر إذن أول خطاب يبدأ به هو عن الإمام الحسين وعن مظلومية الإمام الحسين وهذا ما أخبر به النبي الأعظم وأنا من حسين نعم حسين مني وأنا من حسين بقاء الإسلام بالتالي فإن الإمام الحج يجسد هذا المنهج أول ما يظهر بين الركن والمقام عندما يذكر جده الإمام هذا الأنين وهذا البكاء وهذا النحيب صلوات الله وسلامه إذا كان هناك كلمة أخيرة نسأل الله أن يرزقنا زيارة الحسين وشفاعة الحسين إمام الصادق عليه السلام يقول أن لزيارة الحسين من زاره عارفا بحقه غفر الله له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر الله يحفظكم إن شاء الله الله يسلمكم شيخنا أعزائكم أيضا هذا شكر واصل إليكم إلى لقاءة أخرى نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا اشتركوا في القناة